مع حلول نهاية العام 2017 استدعت القوات المسلحة الروسية نحو خمسة آلاف من سكان شبه جزيرة القرم المحتلة لأداء الخدمة العسكرية هذا ما كشفت عنه عضوة في مجموعة الدفاع عن حقوق الإنسان بالقرم إيرينا سيدوفا لقناة يو اي تي في القوات الروسية تهدف إلى تجنيد المزيد من سكان شبه جزيرة القرم المحتلة وتعمل على محاكمة كل من يتهرب من أدائها بتهمة التهرب من الخدمة في الجيش الروسي وفقا للبحوث التي قمنا بها منذ احتلال شبه جزيرة القرم استدعي نحو عشرة آلاف من سكان القرم للخدمة في الجيش الروسي وفي العام 2017 وحده استدعي خمسة آلاف شخص وهذا العدد آخذ في الارتفاع ففي كل عام يتم استدعاء المزيد للخدمة العسكرية تم فتح قضايا جنائية بحق أولئك الذين يرفضون الخدمة في الجيش الروسي كما يتم تغريم الأشخاص بمبالغ كبيرة وذلك في إطار تخويف ممنهج يمارس ضد سكان القرم وفقا للمعلومات التي وزعها ممثل القوات المسلحة للاتحاد الروسي فأن أكثر من 600 شخص من سكان القرم أرسلوا إلى أراضي الاتحاد الروسي لأداء الخدمة العسكرية في انتهاك آخر لاتفاقية جينيف التي تحذر نقل سكان الأرض المحتلة قصرا إلى أراضي سلطة القائمة على الاحتلال